أنت ذاهب إلى موتك، هكذا ناشدت منظمة العفو الدولية الدول الغربية المستضيفة للاجئين سوريين محذرة أن سوريا ليست مكاناً آمناً للعودة إليها انتهاكات موثقة من قبل المنظمة ضد العائدين إلى سوريا ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ عام 2017 حتى ربيع العام الحالي هذه الانتهاكات تسببت بمقتل خمسة أشخاص خلال احتجازهم فيما لا يزال مصير 17 شخصاً من المخفيين قسراً مجهولاً كما تم توثيق 14 حالة من العنف الجنسي ارتكبتها قوات الأمن من ضمنها سبع حالات اختصاب أبرز الاتهامات التي وجهت لدى العائدين بحسب المنظمة هي الخيانة أو دعم الإرهاب وفيما تمارس دول عدة ضغوطاً متصاعدة لترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم أبرزها الدنمارك والسويد وتركيا نبهت العفو الدولية إلى أن أي حكومة تقول إن سوريا باتت الآن آمنة هو تجاهل متعمد للحقيقة المروعة على الأرض فالحرب السورية التي اندلعت عام 2011 تسببت بنزوح أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من 6 ملايين و 600 ألف لاجئ فروا إلى الدول المجاورة رشخيات العربية